سنة 2023 سنة شركة ريلمي بامتياز بهواتف رائعة جداً في الفائل الاقتصادية والمتوسطة والفائل العلي حققت مبيعات عالية جداً خلال هذه السنة تبدأ العام الجديد بأشهر سلسلة من ريلمي وهي سلسلة الريلمي 12 سيتم بيع هذه الهواتف اليوم في الهند وهم هذه الهواتف التي سيتم طرحها هي نسخة البرو والبرو بلاس لذلك في فيديو اليوم سنرى سعر ومواصفات هاتف الريلمي 12 برو بلاس ونشوف الامكانية التاعه وهل يستحق الانتظار أم في أفضل منه السلام والقوة مرحبا بكم معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة خفتي بل ما نبدأ الفيديو لايك وإذا كنت جديد اشترك الآن فعل الجرس ويلا نبدأ على بركة الله نبدأ كالعادة بالتصميم فكما تشوف الهاتف لا يختلف كثيراً عن الجيل السابق حيث عندك في الظهر إطار للكاميرا بها حلقة ذهبية وأربع عدسات كبيرة بهذا الشكل عندك الشريط الذهبي ما زال موجود في المنتصف الحوافر الجانبية منحنية والخامات تاعه من الجلد كالجيل السابق الوزن 190 جرام أبعادة مناسبة جداً ومرة أخرى هذه السلسلة لا تدعم أي حماية ضد الماء عندك الشاشة أيضاً نفس الجيل السابق منحنية من الجانبين تتميز بثقب في المنتصف من نوع أموليد مقاس 6.7 إنش فول HD بلاس تدعم معدل 120 هيرتس تدعم تقنية الـ HDR 10 بلاس تدعم مليار لون أما السطوع لم يتم تحديدها بعد لكن أتوقع رح يكون 1800 شمعة إذا عندك شاشة الريلمي 11 برو بلاس فهي نفس الشاشة رح تديك ثلاثة عالية في الأداء متعة مشاهدة رائعة جداً وفرجة مميز لكن بالمقارنة مع هواتف البوك والريدمي اللي في نفس الفئة السارية فهي أقل جودة للأمن ورح يكون عندك أيضاً سماعة شتيريو يعني رح يديك جودة صوتية قوية ونقية ورح تستمتع جداً بالصوتيات والفيديو أما الآداء هذه المرة تم تزويده بمعالج من Qualcomm Snapdragon 7S الجيل الثاني بدقة تصنيع 4 نانو متر مع المعالج رسومي Adreno 710 وهو نفس معالج الريدمي نوت 13 برو الخيارات رح تكون 12 جيجرام مع 2650 أو 512 يعمل بنظام الـ Android 14 مع أحدث واجهة من ريلم عتاد الهاتف قوي جداً سيديك آداء قوي في جميع المهام اليومية سواء استخدام عادي أو مكثف سيديك الهاتف أيضاً تجربة لعب رائعة جداً قوية في جميع المهام اليومية سواء استخدام PUBG أو أو غيرها من الألعاب الثقيلة يعني بشكل عام هاتف تقدر تقول عنها متكامل جداً في الفائل المتوسط أما من ناحية منظومة الكاميرا فهي منظومة جديدة كلياً عن الجيل السابق حيث عندك عدسة رئيسية 50 ميجابيكسل بفتحة F 1.8 تدعم التثبيت البصري عندك عدسة 64 ميجابيكسل وهي عدسة بيرسكوب تليفوتو سيديك زوم 3X مع تقريب افتراضي 120X كما تدعم التثبيت البصر وهذه ميزة رائعة جداً للأمانة في الهاتف عندك العدسة الثالثة 8 ميجابيكسل للتصوير الوس صور فيديو 4K 30 إطار وفل HD 30 و60 و120 إطار عندك عدسة أمامية 32 ميجابيكسل صور فيديو فل HD 30 إطار لم يتم تقييم الكاميرات بشكل احترافي بعض لكن كتجربة أولية صور رائعة جداً من ناحية الألوان والدقة والتفاصيل مع دينامي كرينج ممتاز عدسة التيل الفوتو ستديك آداء رائعة جداً وممتع في نفس الوقت بشكل عام منظمة الكاميرا قوية جداً وهي من أفضل للكاميرات أكيد في الفعل المتغس عندك بطارية الهاتف نفس الجيل السابق 5000 ميلي أمبير مرفقة بشاحن 100 وات موجود في العلبة باقي العتاد عندك بصمة أسفل الشاشة عندك شريحة الاتصال عندك خاصيتنا نفسي الهاتف لا يدعم منفذ السماعات ولا كارت ذكر خرج بالنسبة لسعر الهاتف لم يتم تحديدها بعد لكن أتوقع رح يكون 300 دولار أي حوالي 6 ميلي هاتف رائع جداً رح يديك تصميم ممتاز مختلف نوعاً ما عن الجيل السابق شاشة رائعة معارج قوي كاميرات أيضاً قوية صوت شتيريو وعندك بطارية كبيرة مع شاحن بقدرة عالية لذلك أنا شخصياً نصحكم به فسعر الست ميلي يعتبر صفقة رائعة جداً للشراء يبقى السؤال لكم الخواب وش رأيكم في الهاتف في سعر تعو فليعتبر من أفضل الصفقات أم في أفضل منه كان هذا كل ما لدينا حوله هاتف الريالمي 12 برو بلاس في الأخير لايك ومتابعة ونشوفكم على خير